أخرى سوف نراها كذلك في هذا الدرس متعلق بالأكل والشرب الفعل أكل يأكل أسن أسن هو فعل غير منتظم بمعنى لا يخدع لقاعدة في تصريفه كما تلاحظون يتغير في الضمير الشخصي أنت نقول دو إس وكذلك في الضمير الشخصي هو وهي وكذلك الضمير الشخصي إس إذن نقول إرزي إس إست عندما تريد أن تعبر أن طعاما ما يعجبك أكله تستمتع بأكله تقول إيش إس غير وتكمل بالطعام الذي تحب أن تأكله غير هنا معناها أنك تحب تفضل تستمتع بأكل شيء ما إيش إس غير إبثل أنا أستمتع أو أحب تناول التفاح هنا تعبر عن ضوقك في تناول شيء تحبه يعني مثلا أنت تجد التفاح الذي تستمتع بأكله ولكن شخص ما ممكن أن يقول أنه يحب تناول شيء آخر إذن هذا ضوق شخصي الفعل شريب يشرب هو عندما تريد أن تقول أنك تحب شرب شيء ما تجده الذي تفضل شربه تقول إيش تخينك ثم تكمل بشرابك الذي تحب أو تفضل أو تستمتع بشربه إيش تخينك جان تي أنا أحب شرب الشاي استمتع بشربه الآن إذا أردت أن تسأل شخصا ما عن طعام الذي يحب أو يحب أكله أو عن مشروب الذي يحبه يعني ما هو الطعام الذي تستمتع بأكله تحبه ما هو المشروب الذي تحبه تستمتع بشربه الآن لنقوم بتمرين بسيط أريد أن أقول هي تحب أكل الموز يعني هي تستمتع بأكل الموز تحبه تفضله والآن لنرى كيف نقول طعامي المفضل هو ومشروبي المفضل هو عندما تريد التعبير أن شيئا ما مفضل عندك سواء أكل مشروب كتاب فيلم أي شيء تكتب أولاً ليب لينكس ثم تكمل بي الشيء المفضل عندك هنا نتحدث عن الأكل والشرب ليب لينكس اسن يعني الطعام المفضل وليب لينكس جدخينك المشروب المفضل من ليب لينكس اسن إست طعامي المفضل هو من ليب لينكس جدخينك إست مشروبي المفضل هو طعامي المفضل هو السمك كيف نقولها؟ من ليب لينكس أسن إست فش مشروبي المفضل هو الحليب كيف نقولها؟ من ليب لينكس جدخينك إست ملش والآن لنتعرف على الفعل موغن الفعل موغن هو من الأفعال المساعدة معناه معناه أفبا نستخدمه في عدة سياقات في هذا السياق يأتي بمعنى استطعم أو استلد هو فعل غير منتظم يعني لا يخضع لقاعدة في تصريفه لاحظوا معي جيداً نقول نستخدمه مع الأكل لكي نعبر أننا نحب أكل شيء ما لا نحب أكل شيء ما لكي تعبر أنك تحب أكل شيء ما تقول إيش مات ثم تكمل مثلا إيش مات شوكولاد أنا أحب الشوكولاد والآن إذا أردت التعبير أنك لا تحب أكل شيء ما تقول إيش مات وأدات النفي كاين علماً أن الفعل موجن في الوث أكوزاتيف إذا كان الإسم بأدات تعريف دير كاين وإذا كان بضص كاين وإذا كان الإسم في الجمع أو مؤنت كاين مثلا إيش مات كاين كافي أنا لا أحب شرب القهوة رغم أن الفعل تخينكن لا يوجد في الجملة فنحن نقصد أنا لا أحب شرب القهوة الآن إذا أردت سؤال شخص ما هل يحب تناول أو شرب شيء ما ماكس دو ثم تكمل بماذا تود سؤاله هل أكل أو أكل أو مشروب معين مثلا ماكس دو أبفل زفت هل تحب شرب عصير التفاح هذا السؤال سؤال مباشر الجواب سوف يكون إما بنعم أو لا جا إيش تخينك جاني أبفل زفت أنا أحب أستمتع بشرب عصير التفاح أو لايش مات كاين أبفل زفت لا أنا لا أحب شرب عصير التفاح والآن لنقوم بتمرين بسيط كيف نسأل شخص ما هل يحب تناول اللحم؟ ماكس دو فلايش هل تحب اللحم؟ إذا كان الجوابي نعم كيف نجيب؟ نعم أنا أحب أستمتع بتناول اللحم وإذا كان الجواب لا كيف نجيب؟ ماين إيش مات كاين فلايش لا أنا لا أحب أكل اللحم والآن إذا أردت أن تقول أنك تأكل أو تشرب شيئا ما مرة في الأسبوع تقول أين مال خوضوخ بمعنى مرة أسبوعيا أو كل أسبوع ولكن نقول مرتين كل أسبوع ثويمال خوضوخ الآن كيف نقول أنا أتناول السبانخ مرة واحدة كل أسبوع إيش أيت ساين مال خوضوخ شبنات أنا أتناول مرة واحدة كل أسبوع السبانخ والآن كيف أقول أنا أشرب مرتين كل أسبوع عصير الليمون إذا أردت أن تسأل شخص ما كم من مرة يشرب أو يتناول شيئا ما تستخدم تستخدمها بصفة عامة عندما تسأل شخصا ما عن وطيرة فعله لشيء ما الجواب ممكن أن يكون مرة أسبوعيا مرتين أو أبدا أو أحيانا يعني مدى أو وطيرة فعله لشيء ما الآن أود سؤال شخص ما ما مدى أو ما هي وطيرة شربك للقهوة إذا كان الشخص مثلا يشرب القهوة يوميا يوميا تيكليش تيكليش يعني يوميا هي تشرب القهوة يوميا هي تشرب القهوة يوميا الآن نوت سؤال شخص ما ما مدى تناوله للأرز يعني كم مرة تتناول الأرز؟ ما مدى تكرار تناولك للأرز؟ مثلا هو لا يأكل الأرز أبدا أبدا ني ني والآن كيف نقول أنا لا أتناول أبدا الأرز؟ إش إس ني غايس أنا لا أتناول أبدا الأرز الآن سوف نرى كيف يمكنك التعبير أنك تفضل أكل شيء ما على شيء ما وتفضل شرب شيء ما على شيء ما بصفة عامة عندما تود التعبير أنك تفضل شيء ما على شيء آخر تستخدم هذه العبارة لبا آخر لبا آخر الآن أود أن أقول أنا أفضل أكل الخضار على اللحم إش إس لبا جميزة آخر أنا أفضل أكل الخضار على اللحم كيف أقول أنا أفضل شرب الشاي على القهوة إش تخينك لي باتي آلس كافي أنا أفضل شرب الشاي على القهوة والآن إذا أردت أن تسأل شخص ما ماذا يفضل بين شيئين بين أكلتين مثلا أو مشروبين تسأل هكذا بمعنى ماذا تفضل أن تأكل أو تشرب يعني ماذا تحب أكثر بين اختيارين أكلتين أو مشروبين مثلا ماذا تفضل؟ التفاح أو الموز إذا كنت تفضل مثلا التفاح تجيب وتقول إش مات لي با أبفل أنا أفضل تناول التفاح أجده أحسن أنا أفضله والآن كيف نسأل شخص ما ما هو مشروبه المفضل بين مشروبين عصير التفاح وعصير البرتقال كيف أقول؟ أنا أفضل عصير البرتقال إش مات لي با أبفل زفت؟ أنا أفضله عصير البرتقال مفضل عندي من عصير التفاح ترجمة نانسي قنقر